اشهد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس يومناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأكد العسومي أن المرسوم الملكي بالإفراج عن 545 نزيلا هي خطوة تعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين ويضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة التي تحققها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتعكس مدى ما وصلت له من تقدم في هذا الملف في تطبيق أفضل الممارسات على المستوى الدولي بفضل حرص الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على وحدة وصلابة الأسر البحرينية باعتبارها نواة المجتمع ترجمة نانسي قنقر